ولأن الخلافات السياسية تتعمق في التفاصيل أكثر من البحث عن معالجات واقعية يقول محللون أن خلافات التنسيقي الشيعي على منصب محافظة ديالة تختصر بشكل لافت طبيعة التباعد في أولويات قادة الكتل السياسية لكل ما يتعلق بالبرنامج الحكومي والاستعدادات الاستباقية للمرحلة المقبلة ويتزامن الشد والجذب مع أجواء غير مستقرة داخل التنسيقية سواء بالموقف من أداء رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني وكسب ثقة الشريع العراقي مع حديث عن تظاهرات في حزيران ضد الدائرة الواحدة في البرلمانيات المقبلة وربما دعوات الانتخابات مبكرة تعززها عودة التيار الصدري للمشهد السياسية ولا يخفي سياسيون ومطلعون ظهور أزمة الثقة الشيعية إلى الواجهة بطريقة مشابهة لما يجري في المكونين الكردي والسنية وكأن هناك عنصر مشترك اسمه عدام الثقة بين الشركاء موضحين أن أي توتر يعجل بإنهاء مقاطعة الصدر للعملية السياسية حتى لو تطلب ذلك التنازلات المشتركة لإحياء التحالف الثلاثية بشغركة الجطب ترجمة نانسي قنقر